دولة الأردنية كانت حذقة في التعامل مع فيروس كورونا سجلت الدولة العربية الأولى في مستوى هذا التعامل وسجلت إنجاز مميز ولكن في إطار الأمننة أخذت الفيروس كقضية أمنية وطنية منذ البداية حددت ثلاث مسارات يسير فيها الفيروس ويجب أن تختار واحد منها أخذت المسار المتشدد المسار الأول كان يحوي 600 حالة يوميا مع عدد وفيات لا يقل عن 6000 حالة وفاء و26 ألف إصابة حتى ينحن المستوى المسار الثاني 200 حالة يوميا وعدد إصابات 7700 وعدد وفيات 2000 حالة خلال فترة تسطح المنحة المسار الذي أخذته الدولة الأردنية هو المسار المتشدد المسار الرقم الثلاثة الذي يعني أو الذي يحدد ما يعادل 150 إصابة يوميا و9000 إصابة كلية لحين تنحن المنحة وحوالي 700 حالة وفاء هذا المنحة الذي صارت فيه الأردن كان استباقي بالدرجة الأولى لاحظنا الدولة الأردنية دخلت العراق مع كورونا قبل أن تبدأ قضية كورونا قبل أن يصل إلى الأردن قررت تعطيل المدارس والدوائر وكل هذه الأمور جملة قارات احترازية احترازية نعم كان الفيروس لا يزال يطأ المنطقة الحالات التي أتت للأردن كانت حالات قادمة من الخارج تطلب ذلك أيضا حتى تتم الأمور هو عملية استخدام قوانين الدفاع قانون الدفاع الذي صدر في العام 1992 استخدمه ووجد الجيش بالشوارع حقيقة شعر الأردني أنه يواجه معركة ويجب أن ينتصر فيها ولاحظ زادت شعبية المسؤولين في تلك الفترة بمستوى عالي جدا وصلت عنان السماء دعني أقول لك شعر الأردني أنه بجيشه بمؤسساته بكل هذه يواجه وباء عالميا بشكل الحرب ولكن السؤال بعد كل هذه الإجراءات كان مجموع الحالات قد قليل السؤال بعد أن دخل الفيروس حقيقة للأردن ومن ثغرة حكومية وليس من ثغرة مدنية كما قيل دخل من الحدود والتي كانت هي العنصر نقطة الضعف في الإجراءات والتي كان يشار كنا كل يوم نشعر ويقال لنا دخلت خمسة حالات مصابة عن طريق الحدود بمعنى كان ذلك مؤشر على أن هناك نقطة قد تكون خطيرة وتسرب منها الفيروس الآن هذه معركة خذناها وشعرنا بالانتصار وبلحظة وبلحظة شعرنا أنه كأن نبدأ من جديد شعرنا أنه لم ننتصر حقيقة وجدنا أنفسنا في مواجهة ذاتنا نحن الاقتصاد بات منحكا مستهلكا بسبب إجراءات الحجر الطويلة هذه إجراءات حجر طويلة الاقتصاد الأردني أنا لست اقتصاديا ولكن أنا مواطن أعاني زي ما كنا مواطن يعاني الاقتصاد الأردني كان يعاني ربما كان يستطيع البقاء في ظل العالم متغير ولكن مع هذه الإجراء الحكومي القاسي جدا أصبح بوضع مأساوي ومزري وأنت وأنا نعلم كم من الناس أفلسوا ولا يستطيعون الآن إفاء بالتزاماتهم الذاتية والشخصية طيب التعليم تراجع الحالة العامة النفسية للمجتمع مصابة الآن بإحباط شديد لما أنت لما تخوض بحرب وتدخل فيها وتقول أنا بدي أنتصر فيها وفجأة تجد نفسك تعود إلى نقطة الصفر ما هو ماذا ملأ العكاس النفسي الذي سوف يولده بالإضافة إلى أن استخدام القوانين الدفاع أوجد حالة من الأمنة دعني أسميها هاي الأمنة قللت الحريات العامة وجميعنا لاحظنا أنه عمليات اعتقال العديد من الناشطين لأنهم كتبوا أو عبروا أو قالوا وهذا ممنوع بدولة تقول أنني أحترم حقوق الإنسان وأحترم الحرية إذن بعد كل هذا اللي راح وبعد الخطأ الحكومي جاءت الحكومة وقالت تحملت الناس المسؤولية لا يا أخي مش الناس تحمل المسؤولية أنت مثلما جيشت الناس وقلت لهم سأخوض حرب بكم ومن خلالكم ولأجلكم الآن عليك أن تعترف أنه الخلل من عندك بس مش هتعرفت الحكومة لم تعترف لم تعترف أعتمد أنه الخلل في الحدود الخلل في الحدود ولكن من تحمل المسؤولية من حمل المسؤولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر